ابناء طلبة وطريبات الصف الاول لعدادي اهلا ومرحبا بكم في حلقة قديدة من مادة العلوم. نهاردة ان شاء الله بنحاول نكمل مراجعتنا على المنهج اللي درسناه في الفصل الدراسي الاول. عرفنا كلنا طبعا قرار رئاسة مجلس الوزراء بمدى اجازة نصف العام كمان اسبوع. هذا الاسبوع هدفه الاساسي هو انك تراجع وتبدأ تنشط الزاكرة وتستعد للمتحان. لان قرار بيقول ان احنا مدين اجاز نصف سنة اسبوع على ان تبدأ الامتحانات فورا لعودة للمدارس. يعني معنا كده ان اول ما ترجع على طول هنكون مجاهزين لك الجداول واللجان والامتحانات العادية جدا. فما نجيش فجأة بعد شهرين اجازة ونقولك عنك امتحان بكرة فلتدولك فترة سماح كمان. الاسبوع ده ان شاء الله والاسبوع اللي جاي يعني قدامك اسبوعين تبدأ تراجع وتستعيد المفاهيم المفاهيم العلمية في اي مادة من المواد وتبدأ تنشط بها والنشط الزاكرة علشان لازم يكون فيه امتحان بعد انتهاء اجازة نصف العين. من هذا المنطلق بنبدأ نراجع اللي احنا درسناه فيه المنهج بتاعنا ناخدنا طبعا في العلوم وحدات بتتكلم عن الطاقة وحدات بتتكلم عن المادة وخواص المادة وكذلك اتكلمنا عن التوزيع الالكتروني. ثم اخدنا فيما يخص طاقة وانواحها وطريقة حسابها بالاضافة الى تصنيف الكائنات الحية. المنهج بتاعنا كله منهج مليان لازم تبدأ تراجعه تدريجيا واحدة واحدة واحنا هنساعدك في هذه المراجعة بحلقات المراجعة اللي بنعملها. كل مرة بنتناول نوع او نوعين او تلاتة بالكتير قوي من الاسئلة اللي بتيجي في الامتحانات او اللي لازم تبقى موجودة في الامتحان. يعني زي اسئلة اكمل زي اسئلة المصطلح العلمي زي اسئلة علل زي المسائل زي المقارنات تمام? الحاجات دي كلها بتجمع المفاهيم في آآ دماغك وتبدأ تسترجع المادة الى الماء اللي موجودة عندنا. تعالى نبدأ النهاردة بسؤال مثلا المصطلح العلمي. من الاسئلة المشهورة جدا سؤال المصطلح العلمي. خلي بالك التعريف اللي موجود عندك في المنهج. تعريف اي حاجة. التعريف ده بيخدم سؤال مثلا لما اجا اقول لك ما المقصود. يبقى انت لازم تكون عارف التعريف عشان تكتبولي. ده سؤال ما المقصود. كذلك هو نفس التعريف ده بستخدمه في سؤال المصطلح العلمي. ان انا بديك التعريف وانت هتقول لي ده بتاع ايه? او ده يدل على ايه? تمام كده? او اجبولك اه في صورة اكمل. نفس التعريف نجيبه في صورة اكمل. يبقى لنا كده سؤال التعريف بيخدم عندي اكتر اه من نوع من انواع الاسئلة. كل ده مش هتقدر تجاوبه الا لما تبدأ تسترجع اللي انت نسيته اللي بقى لك اسبوعين مفروض انك متابعنا في المراجعات بتاعتنا بنراجع دلوقتي يبقى لنا اه اكتر من حلقتين تلاتة كلها مراجعة. يبقى بنسترجع بنحاول نوصل لك المفاهم اللي انت نسيتها وانت المفروض تساعدني في كده تبدأ تراجع وتبدأ تجاهز الاسئلة بتاعتك. تعال نبدأ دلوقتي بالسؤال الاول بتاعنا السؤال بيقول اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات الاياتية. يعني انا هقولك التعريف وانت عليك تقولي التعريف ده بتاع ايه او يخص ايه? يعني اول تعريف عندنا المقدرة على بازل شغل. المقدرة على بازل شغل. ده تعريف ايه? ده تعريف طبعا الطاقة. يبقى التعريف ده يدل على تعريف مين? الطاقة. تمام كده? المقدرة على بازل شغل. طيب مجموعة عداد البروتونات والنيترونات في النواة. لما نجمع البروتونات والنيترونات في النواة. ده يدل على ايه? او ده تعريف ايه? ده تعريف العدد الكتلي. ده تعريف العدد الكتلي. فاكر العدد الكتلي ده كان بنكتب فين? في سكر كده معي. في رمز العنصر لما كنا بنكتب رمز العنصر. كنا بنكتب العدد الزري اسفل يسار العنصر والعدد الكتلي اعلى يسار العنصر. يعني العدد الكتلي ده كان بنكتب فوق. تمام? فوق الرمز بتاع العنصر اللي عندنا. طيب ابسط صورة نقية للمادة لا يمكن تحللها الى ابسط منها. ابسط صورة نقية للمادة لا يمكن تحللها الى ابسط منها. ده تعريف ايه? ده تعريف العنصر. ده تعريف العنصر. طيب مقدار الطاقة التي يكتسبها او يفقدها الالكترون للانتقال من مستوى طاقة الى مستوى طاقة اخر هنا عايز افكرك بحاجة بالمناسبة بقى نفتكر كده بنحاول بنفكر مع بعض المفاهيم اللي احنا اخدناها احنا قلنا ان الاي زرة ببلاء عدد زر العدد الزر ده يمثل عدد الالكترونات اللي موجود فيها عدد الالكترونات ده هنبوزعه توزيع الالكتروني على مستويات الطاقة احنا عندي طبعا سبع مستويات سبع مستويات للطاقة اللي هما الكي والال ام ان او بي كيو سبع مستويات انا بوزع التوزيع الالكتروني بتاعي بوزع الالكترونات عندي في كل مستوى حسب المقدار اللي بياخده فانا باجي المستوى الاول بياخد اتنين الالكترون مستوى التاني بياخد تمانية التالت تمنتاشر الرابع اتنين وتلاتين يبقى انا بعمل توزيع الالكتروني واحنا بنعمل التوزيع الالكتروني قلنا لك ايه قلنا لك ان كل الالكترون بيدور في المستوى بتاعه ليه لان طاقة الالكترون تناسب طاقة المستوى الطاقة بتاعت الالكترون قد طاقة المستوى اللي هو بيلف فيه خلاص كلا هنا السؤال بقى بيقول لي ايه لو انا ديت الزرة دي مقدار من الطاقة اكسبتها مقدار من الطاقة الالكترون يجراله ايه بقى الالكترون هنا بيتنين من مستوى طاقة ععلى لمستوى طاقة اخر او مستوى طاقة اللي ما هو موجود فيه لواحد اعلى منه يعني اذا الالكترون بينطاقل لما يكتسب الطاقة مقدار الطاقة اللي اكتسبها دي اسمها ايه بقى نرجع بقى لسؤالنا تاني انا فكرتك كده بالتوزيع والزل ايه اللي بيصد الالكترون السؤال بيقول مقدار الطاقة التي يكتسبها او يفقدها الالكترون اثناء انتقالهم من مستوى طاقة الى مستوى طاقة اخر ده بنسميه الكم مقدار الطاقة ده يسميه ايه الكم او الكوانتم ينقول عليه الكم ينقول عليه ايه الكوانتم يبقى الكم او الكوانتم طيب اصغر جزء من المادة يمكن ان يوجد على حالة انفراض وتتضح فيه خواص المادة اصغر جزء من المادة يمكن ان يوجد على حالة انفراض وتتضح فيه خواص المادة بتعريف الجزيع تعريف مين الجزيع طيب مجموعة من الكائنات المتشابهة في شكلها الظاهري وتتزوج فيما بينها وتنتج افراد خصفة المجموعة من الكائنات المتشابهة في شكلها الظاهري وتتزوج فيما بينها وتنتج افراد خصفة المجموعة من الكائنات دي اسمها ايه اسمها النوع زي ما استمهلنا بالضبط العالم لينيوس افتكر معايا الجزء ده كده العالم لينيوس هو العالم اللي صنف الكائنات اللي عندنا سواء الكائنات الحية النباتية او الحيوانية عمل لها عملية تصنيف هذا التصنيف كان اساسه هو النوع كان بيعتمد على ايه كان بيعتمد على النوع ان كل الكائنات اللي هي بتشبه بعضها في بعض الخواص في الشكل الظاهري بتاعها صنف وقال دول الكائنات دي اللي اعتبروا ايه نوع واحد فعمل لنا تصنيف للحيوانات وتصنيف للنباتات يبقى هذه الكائنات هو صنفه على اساس النوع العالم لينيوس وقال ان افراد النوع الواحد اذا حصل بينهم تزاوج بينطبوا افراد خصبة عادية جدا مفيش مشكلة اما اذا حصل تزاوج ما بين نوعين مختلفين تاني كده اذا حصل تزاوج ما بين نوعين مختلفين فبيكون الناتج ايه بيكون الناتج انسة عقيمة اه انسة عقيم يعني لو حصل تزاوج ما بين نوع ونوع اخر مختلف تماما الناتج بتاعهم بيكون انسة وتكون عقيم يعني ما تخلفش تاني ما تتكسرش تاني ليه عشان النوع ده ما يبقاش موجود لا هي بتعيش زي ما تعيش وبعين تموت وخلاص يبقى النوع ده كده مش موجود عندي فعشان كده بيكون الناتج انسة عقيم لو النوعين ما لهم مختلفين لكن لو هما بين الاتنين كائنات دول من نفس النوع فهم بينتجوا افراد خصبة من اللي قال الكلام ده العالم لينيوس اللي عمل تصنيف الكائنات الحي ننتقل لسؤال تاني برضو احنا في سؤال المصطلح العلمي مناطق وهمية تتحرك خلال الالكترونات حسب طاقتها مناطق وهمية تتحرك اللي 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 الل صهر كتلة وحدة الحجوم من المادة كتلة وحدة الحجوم من المادة ده تعريف الكسافة تعريف الكسافة كتلة وحدة الحجوم من المادة عدد البروتونات الموجبة في النواة الزرة عدد البروتونات الموجبة عدد البروتونات الموجبة يدل على العدد الزري للإلكترونات يدل على العدد الزر لو عتنسى في العدد الزري العدد الزري ده يمثل ايه يمثل عدد البروتونات المجابل اللي موجودة جوه النواة او عدد الالكترونات السالبة التي تدور حول النواة خلي بالك من الحتة دي العدد الزري انا بستدل عليه بحاجتين يام عدد البروتونات المجابل لجوه النواة يام عدد الالكترونات السالبة اللي حول النواة اللي براه النواة انا بقول او انا بتك على حتة او دي عشان ما بقولش و لانك لو قلت عدد البروتونات المجابة و عدد الالكترونيات السالبة بانت جمعت الاتنين ده غلط العدد الزري يأم عدد البروتونات المجابة يأم عدد الالكترونيات السالبة لان الاتنين متساويين فاذا العدد الزري يدل يدى يدى واحد من الاتنين يعني ننتقل لسؤالنا تاني جسيمات سالبة الشحنة وكتلتها ضئيلة جدا وتدور حول النواة جزيمات شحنتها سالبة وكتلتها صغيرة جدا وتدور حول النواة طبعا دي الالكترو نيت ده تعريف الالكترو نيت اصغر وحدة بنائية للمادة تشترك في التفاعلات الكيميائية اللي هي الزرة افتكر ان فيه فرق بين تعريف الزرة وتعريف الجزيء الجزيء اصغر جزء من المادة يوجد على حالة انفراد موجود على حالة انفراد وتظهر فيه خواص المادة ده الجزيء انما الزرة اصغر جزء من المادة برضو ولكن ايه اللي تشترك في التفاعلات الكيميائية يبقى الزرة هنا فيه امكانية انها ترتبط مع زرة تانية او اتنين او تلاتة يبقى فيه عملية ارتباط ما بين زرة وزرة اخر اما الجزيء في تعريفه قولنا ايه يوجد على حالة انفراد يبقى الجزيء في صورة منفردة مالوش دعوة بالزر طيب الفراغات الموجودة بين جزيئات المادة الفراغات اللي موجودة ما بين جزيئات المادة اسمها ايه اسمها مسافات بينية اسمها كده مسافات بينية او مسافات جزيئية اللي هي المسافة اللي موجودة ما بين جزيئات المادة ناتج اتحاد زرتين او اكثر لعناصر مختلفة المصطلح العلمي ناتج اتحاد زرتين او اكثر لعناصر مختلفة ده تعريف مين؟ تعريف المركب عايزة أفكرك هنا بحاجة في فرق ما بين المركب وما بين العنصر العنصر بتبقى الزرات بتاعته كلها متشابهة زي بعضها أما المركب لازم تكون زراته مختلفة يبقى فيه فرق بين العنصر وما بين المركب كل الزرات المتشابهة يبدأ عنصر أما إذا وجد زرات مختلفة ومرتبطة مع بعضها يبدأ إيه؟ مركب ده الفرق بين العنصر وما بين المركب طيب نكمل سؤال المصطلحة العلمي الطاقة المخزونة بالجسم نتيجة الشغل المبزول عليه الطاقة المخزونة يبقى إذا أنت بتتكلم عن طاقة الوضع لأن دي طاقة متخزنة داخل الجسم يبقى بتتكلم عن طاقة الوضع الشغل المبزول بقى أثناء حركة الجسم آه الجسم هنا بيتحرك يبقى أنت بتتكلم عن طاقة الحركة ده تعريف طاقة الحركة مجموعة قطي الوضع والحركة للجسم لو جمعت الاثنين مع بعض ده تعريف ايه تعريف الطاقة الميكانيكية تعريف الطاقة الميكانيكية اللي هو مجموعة قطي الوضع والحركة للجسم طب جهاز يحول الطاقة الكيميائية الى طاقة كهربية يعني جهاز بتدي له انا مركبات كيميائية تمام يحصل تفاعل بينهم من بعضهم ويدي لي كهرباء بدي له عنصر النحاس تمام وعنصر الخرصين وحطوهم في حوض فيه مادة حمض الكابريتيك المخفف في الحالة دي بيحصل تفاعل الكيميائية وينتج منه طاقة الكهربية الجهاز ده اسمه ايه بقى تمام كده فتكر معايا اسمه العمود البسيط يبقى ده جهاز العمود البسيط الجهاز يحول الطاقة الشمسية الى طاقة كهربية يعني الجهاز ده بيحول الطاقة الشمسية ويديني طاقة آآ كهربية دي اللي هي الخلايا الشمسية الخلايا الشمسية ودي احدث آآ صيحة في استخدام مصادر الطاقة ويمكن مصر دلوقتي بيانتشر فيها آآ بنسبة كبيرة جدا حكاية الخلايا الشمسية واستعمال الطاقة الشمسية في الحصول او تحويلها الى طاقة كهربية نعرفين طبعا ان الطاقة الشمسية هي مصدر دائم للطاقة لا ينضب ما بيخلاص بالاضافة انه بيمنتقش عنها تلوث للبيئة مفيش تلوث ناتج عنها للبيئة وطبعا رخيصة لانها موجودة فعشان كده حتى الدولة بدأت تتجه اتجاه كبير جدا لكيفية استخدام الطاقة الشمسية وتحولها الى طاقة كهربية عشان الاسباب دي مصدر دائم ما بيخلاص ما بينتقش عنها نسبة تلوث ما فيش تلوث بالاضافة الى رخص التمن بتاعها باعتبرها متواجدة طيب تحور في سلوك او تركيب الوظائف الحيوية في جسم الكائن الحي لكي يصبح اكثر ملائمة لظروف البيئة التي يعيش فيها ده تعريف ايه؟ ده تعريف التكيف يبقى ايزا انا عندي هنا في سؤال المصطلح العلمي قدرنا في هذا السؤال ان احنا نراجع تقريبا معظم التعريفات اللي موجودة عندنا في المنهد ومعظم الحاجات اللي احنا المفروض انك بتحفظها اللي هو التعريف بتاع كل مفهوم اللي انا قلت التعريف ده بيخدمك في اكتر من نوع من انواع الاسئلة سواء المصطلح العلمي او عرف او ما المقصود بكل من او اكمل كل ده مبني على التعريفات فلازم تبقى عارف او تسترجع التعريفات بتاعتنا اللي موجودة في المنهد تعال نعمل مقارنة بسيطة سؤال تاني من هو بينقلني الى نوع تاني اخر من الاسئلة وهو مقارنة بسيطة عايز اقارن ما بين الحالة الصلبة والحالة السائلة والحالة الغازية ليه المادة الصلبة والسائلة والغازية وبحدد لك نقط معينة عايز اقارن من حيث المسافات اللي ما بين الجزيئات المسافة اللي موجودة ما بين الجزيئات وبعضها الحالة الصلبة طبعا المسافة اللي ما بين الجزيئات وبعضها بتبقى مسافة اقل ما يمكن لان المادة الصلبة مادة متمسكة فبتبص تلاقي الجزيئات مرصوصة جنب بعضها بالشكل ده يبقى في الحالة دي بتبقى الجزيئات هنا المسافة اللي بينهم مالها مسافة اقل ما يمكن او تكاد تكون منعدمة تكاد تكون منعدمة تقريبا مفيش مسافة ما بين الجزيئات وبعضها لان اي مادة صلبة هي مادة متمسكة متمسكة كلها مع بعضها يبقى الجزيئات لزقة في بعضها يبقى مفيش مسافة بين الجزيئات وبعضها طب بالنسبة للمادة السائلة بقى المادة السائلة الجزائيات بتبقى بعيدة شوية عن بعضها يعني فيه مسافة متوسطة لا هي كبيرة ولا هي صغيرة مسافة متوسطة وده بيتوقف برضو حسب مثلا لزوجة المادة يعني لما بص للمية وبص للعسل مثلا اجل ان المية بتنساب بسرعة يعني المية ممكن تندلع منك بسرعة عن مين؟ عن العسل لان المسافة اللي ما بين جزائيات المية بتبقى مسافة كبيرة شوية اكبر من المسافة اللي ما بين جزائيات العسل رغم ان ده مادة السائلة وده مادة سائلة لاتنين سوائل لكن المسافة اللي ما بين جزائيات المية اكبر شوية من المسافة اللي ما بين جزائيات العسل تمام؟ يبقى ازا في المادة السائلة بصفة عامة لو بصنا للجزائيات اجد ان فيه مسافة صغيرة كده بتبقى موجودة ما بين الجزائيات وبعضها مش لازق بعضها زي المادة لايه؟ الصلب بينما في الحالة الغازية بقى اه اكبر ما يمكن. يعني المسافة في الحالة الغازية بتبقى بعيدة قوي. لذلك الحالة الغازية الغازات متنتشر في كل مكان. بملهاش اه اه شكل سابت. بتاخد شكل المكان اللي هي موجودة فيه. لان المسافة بين جزائتها بتبقى مسافات كبيرة جدا. فده بيساعدها على عملية الانتشار. تمام? يبقى بالنسبة المسافة المسافة اللي بين الجزائيات في الحالة الصلبة تكون اقل ما يمكن بين الجزائيات. في الحالة السائلة تكون متوسطة. في الحالة الغازية تكون المسافة اكبر ما يمكن. طيب. تعال انقارم بقى من حيث مسلا قوة التماسك او قوة التجازب اللي ما بين الجزائيات وبعدها. طبعا في الحالة الصلبة بما انها مادة متماسكة لبقى ازا قوة التجازب اللي ما بين الجزائيات وبعدها مالها اكبر ما يمكن. قوة التجازب ده كبيرة اوي. بد Emily المادة الصلبة مالها متماسكة. مع بعضها. صلبة. ده في ما اوصل بان انت ما تقدرش تكسرها بايدا. يعني امسك الحديد او النحاس حاول تكسره مش تعف تكسره. يبقى معنى كده ان القوة التجازب اللي موجودة ما بين الجزيئات وبعضها كبيرة جدا جدا. يعني قيمتها كبيرة. فلزاك انت ما اقدرش تغلب. يعني اه في مواد بيتبقى قوة التجازب برضو كبيرة بس مش قوي زي الخشب. ممكن اكسر الخشب. لو هو صغير او حيطة خشبة بسيطة ممكن اكسرها. يبقى ازا في صفة عامة قوة التجازب في او التماسك في المادة الصلبة بتكون اكبر ما يمكن في السائلة بتكون متوسطة في الغازية بتكون قوة التماسك اقل ما يمكن لان ما فيش تجازب تقريبا ما بين الجزيئات وايه وبعضها. اديني مسال للحالة الصلبة زي الحديد مثلا. اديني مسال للحالة السائلة زي المية ومسال للحالة الغازية زي الاكسوجين. يبقى انا كده شفت المادة دي شكلها ايه والمادة دي شكلها ايه. طيب. تعالنا بقى ننتقل برضو لنوع تاني من الاسئلة اللي هو بتاع التوزيع الالكتروني. نفتكر كده لان ده جزء مهم جدا ودرس مهم جدا هيفضل طول حياتك التعليمية معاك. كل سنة هنديك التوزيع الالكتروني. بس وقت الطاقة. ازاي نوزع الالكترونات. ونبدأ كل سنة نديك معلومات اكبر واكتر 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 واكتر. وهكذا. فده من من اساسيات علم الكيميا اللي هو التوزيع الالكتروني. تعالنا نفتكر كده مع بعض بقى. في الجدول اللي قدامنا ده عشان نكمله. الجدول ده بيديني اسم العنصر وميديني الرمز بتاعه. ميديني معلومات عن العدد الكتري والعدد الزري والنيترونات والبروتونات. طالب من التوزيع الالكتروني. وطالب تقولي العنصر ده نشط ولا لا. وعدد الكترونات اللي في اخر مستوى. تعالي نبدأ كده. بالعنصر الاول. اللي هو رمزه ن ايه. ن ايه ده رمز السوديوم. عنصر السوديوم. بفكرك لازم ترجع تسترجع وتحفظ الرموز. الرموز الكيميائية مستمرة معك بعد كده في طول الدراسة التعليمية بتاعتك. تمام? انت في سنة اولى بنديك الرموز. في سنة تانية بنستخدم الرموز في بناءة المعادلات. في سنة تالتة. في سنوي في مرحلة السنوية. رموز الكيميائية ده اساس علم الكيمي. فلازم نرجع تاني نفتكر الرموز الكيميائي. السوديوم رمزه ن ايه? طيب هو هنا ما تدنيش العدد الكتل. لكن اداني العدد الزر احداشر. والداني عدد النيترونات اتناشر. تاني. العدد الزر احداشر والنيترونات اتناشر. افكرك احنا هلنا العدد الزر ده اللي هو عدد البروتونات الموجبة او الالكترونات السالبة. يبقى ازا زي كان العدد الزر احداشر. يبقى عدد البروتونات برضو هيبقى كام? نفس الرقم. احداشر. تمام كده? طب انا عايز بقى العدد الكتلي. العدد الكتلي مجموعة عدد البروتونات والنيترونات. مجموعة عدد البروتونات والنيترونات. يبقى انا هجمع اتناشر واحداشر. يبقى العدد الكتلي هنا كام? هيبقى العدد الكتلي تلاتة وعشرين. ده العدد الكتر. طب تعالي نعمل توزيع الكتروني. اسمه ايه بقى? توزيع الكتروني. يعني انت بتوزع عدد الالكترونات. اللي هو يساوي عدد البروتونات. اللي هم الحداشر. يبقى انا برسم النواة بتاعت ايه? هارفت ان النواة دلوقتي فيها حداشر بروتون وفيها اتناشر نيترون. ادي عدد النيترونات ودي عدد البروتونات. الالكترونات بقى المستوى الاول هياخد كم الالكترون اتنين المستوى التاني هياخد كم الالكترون تمانية تمانية واتنين كم عشرة فاضل عندي واحد بحطه في المستوى التالت يبقى المستوى التالت هنا فيه كم الالكترون بقى واحد طب احنا قلنا لما العنصر اللي عندنا ينتهي بواحد او اتنين او تلاتة يبقى العنصر ده ناشط طالما انتقى بكام بواحد او اتنين او ثلاثة يبقى العنصر ناشط يبقى بالنسبة للعنصر انا بقول عليه ناشط عدد الالكترونات اللي موجودة في المستوى الاخير كام واحد تمام ننتقل للعنصر التاني وعنصر الكلور العدد الكتلي 35 ومديني عدد البروتونات كام 17 يبقى ازا العدد الزري هيبقى 17 طيب لو انا عايز بقى عدد النيترونات هطرح العدد الزري من العدد الكتلي هطرح 17 نقص 35 يبقى اصبح العدد الزري العدد النيترونات هنا كام 18 تعالى نعمل التوزيع الالكتروني للعنصر في 17 بروتون في 18 نيترون يبقى هيبقى عندي توزيعه 2 والتاني هياخد 8 والتالت هياخد 7 انتهى بكام انتهى ايه ب7 يبقى ازا هذا العنصر ايضا ناشط وعدد الكترونات المستوى الاخير عندي كام 7 الكترونات طب نجي للماغنيسيوم الماغنيسيوم 12 تمام العدد الزري يبقى عدد البروتونات بتاعه 12 طب انا عايز عدد النيترونات يبقى اطرح 12 من كام من العدد الكتر اللي هو 24 يطلع 12 تعالى نوزع الماغنيسيوم هنوزع الماغنيسيوم هنا اللي فيه 12 بروتون و12 نيترون هيبقى توزيعه 2 مستوى التاني 8 مستوى التالت هيبقى 2 يبقى انتهى بكام الكترون? 2 يبقى بالتالي هيبقى ايه؟ ناشط وعدد الكترونات اللي عنده في المستوى الاخير كام 2 طيب عنصر الهيليوم عنصر الهيليوم قال لي ان عدد نيتروناته 2 وبروتوناته 2 يبقى لما اجمع البروتونات والنيترونات يبقى العدد الكتة المكانا اربعة والعدد الزرري هو عدد البروتونات اتنين. لم اجا وزع بقى انصر الهيليوم اللي فيه اتنين بروتون وفيه اتنين ميترون يبقى المستوى الاول بس هياخد مني كامالكترون اتنين. طب كده المستوى الاول مكتمل ولا غير مكتمل؟ افتكر كده معايا بقى. احنا قولنا واحنا بنوزع التوزيح Ende. ان المستوى الاخير في اي زرة بيتشبع بتمانية. هاول تاني المعلومة دي المستوى الاخير. فاي زرة بيتشبع بتمانية. ما عدا من الهليوم. ما عاد الهليوم لانه عنده مستوى واحد بس اللي هو المستوى الاول. اللي بيتشبع باتنين الكترون. بيتشبع اساسا باتنين الكترون. يبقى ازا عنصر الهليوم هنا. لما بتيجي في المستوى الاول تدي له 2 الكترون. يبقى انت كده اديته ايه? المقدار اللي بيتشبع به. يبقى المستوى الاول متشبع. طالما المستوى الاول متشبع يبقى العنصر ده عنصر ايه? اه عنصر خامل. لان طالما المستوى الاول والاخير اللي هو بالنسبة له. اتشبع يبقى يصبح عنصر خامل. خامل يعني لا يشترك في التفاعلات الكيميائية. ما بيشتركش في اي تفاعل كيميائي عندك في الظروف العادية طبعا. لان هناك ظروف خاصة ممكن يتفاعل فيها. ولكن في الظروف العادية ما بيتفاعلش. علل ليه? ليه الهليوم ما بيتفعلش تمام او ليه الهيليوم غاز خامل لان المستوى الاخير متشبع بالالكترونات اه يبقى الاجابة هنا عشان المستوى الاخير بيبقى ما له متشبع بالالكترونات تمام كل الكلام ده بينطبق على جميع الغازات اللي بتنتهي بتمن الكترونات باستثناء غاز الهيليوم نرجع بقى مثالنا يبقى غاز الهيليوم هنا انا موزعته وزعت اتنين يبقى العنصر ده نوع ايه هيبقى العنصر ده نوع خامل كيميائيا وعدل الالكترونات المستوى الاخير هيبقى كم الالكترون هيبقى اتنين الالكترون يبقى ازا الغازات الخاملة اوعى تنسى خالص ان الغازات الخاملة اللي عندنا هي غازات اه مستوى الاخير بيبقى متشبع بتمن الالكترونات باستثناء غاز الهليو طبعا كده احنا رجعنا التوزيع الالكتروني ورجعنا ازاي العناصر بتبدأ يحصل لها عملية توزيع بناء على مين على العدد الزري بشوف العدد الزري بتاع العنصر اللي عندي كام اللي هو يدل على عدد البروتونات او يدل على عدد الالكترونات سواء البروتونات او الالكترونات ببدأ اشوف العدد اللي عندي وببدأ اوزع في مستويات الطاقة تبقى للقاعدة اللي عندي القاعدة اللي بتقولي ان المستوى الاول يتشبع باثنين الكترون المستوى التاني يتشبع بثمان الكترونات التالت بثمانتاشر الرابع بثنين وثلاثين خلي بالك طول ما معاك عدد الكترونات فانت بتدي كل مستوى المقدار اللي بيخليها تشبع المقدار اللي بيكفيه بمعنى صح لان معايا الكترونات فبديله كل مستوى المقدار بتاعه لكن لو انا ما معايش بحط المقدار اللي فاضل معايا يعني لو انا معايا 15 الهاتفين ويجعل اوزحهم هاجiğ على الاول وديله اتنين خلاص لان معايا واجع على التاني وديله تمانية تمانية والتنين استفقاص 1800 لسا معايا في ايدي خمسة تمان كده ليبقى الاول تشبع واخدت الاتنين التاني تشبع واخدت تمانية طب التالب بتشبع بتمنتاشر المفروض تمنتاشر انا معايا كان بقى فاضل من التوزيع بتاعي من العادة الزر بتاعي فهذا الخمسة بحط الخمسة زي ما هم يعني اذا المستوى ممكن يشيل اقل من سعته اه اقل من السعة لو ما معاكش لكن ما يشيلش هزيلا يعني ما ينفعش يبقى المستوى اقصى حاجة فيه 8 وانا احط 9 ما ينفعش تمام يبقى المستوى يمكن ياخد اقل من السعة لكن ما يقدرش ياخد اكتر من السعة اللازمة ليه يبقى اذا التوزين الالكتروني ده من الدروس المهمة جدا زي ما قلت واللي بتستمر معاك طول حياتك لفترة تعليمية طويلة جدا خلاص كده ودي حتة مهمة قوي يترتب عليها الرموز الكيميائية اوعى تنسى الرموز الكيميائية لازم الرموز الكيميائية نرجع نحفظها لان من ضمن الاسئلة هنشوفها حتى في المراجعة بعد كده واللي بتيجي في الامتحان ان انا بديل يا اما الرمز وقولك قل لي اسمه بالعربي يا اما بديلك اسم العنصر بالعربي وقولك قل لي الرمز بتاعه ايه تمام كده الرمز نفسه يعني السوديوم ان ايه الماغنيسيوم ام جي الكلور سي ال اللي هو الرمز اما العدد الزري والعدد الكتلي انا ما تلاكش حفظه لا ما بنحفظ العدد الزري والعدد الكتلي انا بديلك العدد الزري او بديلك العدد الكتلي او بديلك ما يدل عليهم اللي هو عدد البروتونات وعدد النيترونات ما هو انا لو اديتك عدد البروتونات بس ما هو ده مبروتو العدد الزري نفس العدد لو اديتك البروتونات والنيترونات يبقى انت هتجمعهم وتطلع للعدد الكتلي يبقى اذا هنا دي نقطة مهمة جدا يما انا بدي لك العدد الزري والعدد الكتلي يما بدي لك ما يدل على العدد الزري او العدد الكتلي عن طريق بدلالة مين البروتونات والنيترونات تمام؟ انت بشيطة تعرف هذه المعلومة الا لو استرجعت ان العدد الزري تعريفه ايه؟ عدد البروتونات المجابة داخل النواة او عدد الالكترونات السالبة التي تدور حول النواة لازم نرجع تاني ونبدأ زي ما انا قلت في اول الحلقة نسترجع المفاهم بتاعتنا كلنا قدامنا اسبوعين دلوقتي في عملية المراجعة في كل المواد لازم ترجع تنشط الزاكرة وترجع المعلومات كلها لان عندك امتحان بعد انتهي الاجازة مباشرة هيكون الجداول الامتحانات موجودة وكله جاز وهتخش تمتحن على طول يبقى الاسبوع اللي خدناه زيادة ده فرصة ان انت تبدأ بقى تقوم من عملية الخمول شوية ونتحرك ونبدأ نراجع مع بعض واحنا هنا بنراجع معاك حلقة بحلقة كل مرة بناخد انواع معينة من الاسئلة عشان نسترجع المفاهيم العلمية اللي موجودة عنا هتمنى نكون استفدنا النهاردة من المراجعة اللي احنا عملناها ونكمل على خير ان شاء الله ونشوفكم في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر